ركيزة إدارة حكومية فاعلة عنوان ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية شارك بها عدد كبير من الجهات الحكومية تهدف إلى إضاح البرامج الموجودة في الإدارة الفاعلة والمرتبطة برفع مستوى المؤشرات والمعايير الدولية اليوم حقيقة نركز على إدارة حكومية فاعلة لمكانتها وهميتها في إنجاز الخطة الإنمائية الثالثة اللي هي عشرين وخمسة وعشرين رح نتطرق إلى البرامج الموجودة في إدارة حكومية فاعلة كيفية إعداد المشاريع بحيث تكون مرتبطة ارتباط وثيق بالمؤشرات العالمية التي ترفع من مستوى مؤشرات وإنجاز المؤشرات حسب المنظمات العالمية والمحلية والدولية الورشة تأتي في سياق عدة ورشة تستند على سبع ركائز موجودة في الخطة الإنمائية الثالثة للدولة نركز على سبع ركائز الموجودة في الخطة الإنمائية بحيث أنه يعني نعطي كل ركيزة حقها من الشرح ومن كذلك الورش التفاعلية مع ممثلي الجهات الحكومية المسؤولون أكدوا أن الخطة الإنمائية الثالثة ستكون نقلة نوعية تحقق رؤية صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتجارية